اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم النهاردة مشاهدين هنتكلم عن فيروس سي او الفيروس الكبد الوبائي هذه الفيروسات المدمرة لانها بتصيب كبد الانسان الشخص المصاب قد لا يعلم على الاغلب اصابته بهذا الفيروس صامت حيث ان حوالي 90 بالمئة من المصابين بمرض الكبد الوبائي لا تظهر لديهم اي اعراض تدل على اصاباتهم بفيروس سي او فيروس الكبد الوبائي بعض الاحيان بيكتشف المريض اصابته بهذا الفيروس عندما يقوم بالتبرع بالدم خلينا نتكلم اكثر عن تاريخ هذا المرض مع دكتور محمد اسماعيل عميد المعهد القومي للكبد بالقاهرة برحب بك دكتور على شاشة النيل الاقبار في البداية خلينا نتعرف على انواع فيروس سي هو فيروس سي هو مفوش انواع هو فيروس سي بس فيه مينه جينو طايب اللي هو تحت الفيروس انواع يعني فيه جينو طايب وان وجينو طايب تو وجينو طايب سري وفور احنا كمصريين عندنا جينو طايب فور فيه بعض الدول عندها جينو طايب وان وبعض دول عندها جينو طايب سري ده الجينو طايب لكنه في كل حاجة هو فيروس سي اما بالنسبة ليه الفيروسات الكبدية هو فيه فيروس اي وفيروس بي وفيروس سي وفيه فيروس اي اي ده مش منتشر قوي وي ده بيجي عن طريق الاكل والشرب زي اي بالزبط لكن السي والبي هم اللي بيتنقلوا عن طريق الدم ومشتقاته طايب ايهما اخطر فيروس بي ولا فيروس سي والفرق بينهم هو طبعا الاخطر فيروس بي بي اه ما السي مع ان سي هو الناس كلها بتخاف من فيروس سي لانه مالوش مصلة او لقاح هو الاخطر فيروس سي فيروس بي لان السي بقى له علاج البي له علاج بيسيطر على الفيروس لكن ما بيعملش عملية شفاء كاملة يعني العلاج بتاعه عمل زي علاج مريض الضغط اللي بياخد علاج الضغط يسيطر على الضغط او مريض السكر اللي بياخد علاج لكن ما بيشفيش فبنعتبر المعضلة مزمنة شوي ده الفرق اتنين الفيروس سي عشان يعمل اورام كبد لازم ان يحصل تلايف كامل في الكبد فيروس بي ممكن يعمل اورام كبد قبل التلايف فدي الخطورة ثلاثة طرق الانتشار البي بينتشر عن طريق حاجات كتيرة الدم ومشتقاته عن طريق الام لطفلها اثناء الحمل عن طريق العلاقة الجنسية عن طريق الرضاعة فبالتالي بينتشر بطرق كتيرة السي بينتشر عن طريق الدم ومشتقاته فقط يعني نسبة الاصابة عن طريق من الام للطفل دي مش موجودة بالنسبة للحالة الجنسية مش موجودة مش مسجلة لكن احنا بنقول تبقى ممكن تبقى موجودة لكن لحد الوقت هي مش مسجلة القصة دي طيب اعراض فيروس بي فيروس بي زي فيروس سي بقت اعراضه ما بتبانشي الا في حالات متأخرة او يعني يكون حصل تلايف في الكبد او حصل دوالي في المريء فيينزف دم او بدأ يحصل ميا داخل البطن لكن اعراض الفيروسين الاثنين اللي هو بيبدأ يحس بخمول وتعب والليقى البدنية بتاعته بتقل دي بتبقى اعراض اولية برضو بيحس ان هو ما بيكلش زي الاول بيحس ان هو احيانا جسمه بيدفع بيحصل له ارتفاع في درجة الحرارة بسيط ده بيبقى موجود لكن في الوقت اللي هو مش مش شخص غالبا الحاجات دي كلها الاطباء بيشخصوها الحاجة تبين طيب نسب المرضى اللي موجودين في مصر هل هم اعلى في فيروس بي ام في فيروس سي هو اهنا عندنا نسبة الاصابة في فيروس سي اعلى بكتير من نسبة الاصابة في فيروس بي يعني نسبة الاصابة في فيروس بي قليلة طيب ده الحمد لله علشان الحمد لله علشان ملش علاج حراج بتقول هو له علاج بيسيطر على الفيروس لكن ملوش علاج شفاء نهائي السي نسبة الاصابة بتاعته عالية بتصل بتتراح من 12 ل 14 في المية حسب المسح اللي تعمل ممكن بعد المبادرة دي يظهر لها النسبة الحقية انا اعطاقا ان هي مش تتبه ازد من 7 في المية بالنسبة للتلايف الكبدي هل لم يتم توصل حتى الان لعلاج قاطع لهذا المرض؟ هو التلايف الكبدي خلاص هو العضو حصل فيه تلايف فاصبحت ان هو يبقى عادي تاني صعب شوية ملوش علاج ملوش علاج التلايف لكن ممكن نوقف نسبة التلايف لو وقفنا سبب اللي بيعمل تلايف يعني لو المريض عنده تلايف بسيط نتيجة فيروس سي وخد علاج فيروس سي هياف عند المرحلة دي بل فيه ابحاس بتقول ان هو بيتحسن يعني بيتحسن بعد العلاج لكن الكبدي يرجع لطبيعته خالص لسه يعني تحت البحث لكن هل العقاقير الحديثة قدرت تثبت ان لها فعالية في وقف او علاج مرض التلايف الكبدي لا العقاقير الحالية هي بتقضي على الفيروس فبتقلل عملية استمرارية التلايف الكبدي بتوقف انتشار التلايف اه بتقدم التلايف طيب نقدر نقول في القريب العاجل ان شاء الله او في المستقبل هيكون في علاج لهذا التلايف طبعا البحث العلمي ما بيقفش البحث العلمي شغال على فيروس سي ازاي تدي له علاج لمدة يومين ثلاثة ويخف ميباش ثلاث شهور وبرضه شغال على انه يطلع دواء جديد لفيروس بي يبقى شفاء تم وفي نفس الوقت شغال على عملية تجديد خلايا الكبد وتقليل التلايف اللي موجود فدي ابحث كلها شغالة دلوقتي في السنتين اللي فاتوا يمكن كان فيه تضارب حول امكانية حدوث او رنب الكبد نتيجة لفيروس سي هل ده كلام مظبوط يعني هو كلام غير مسبت علميا لان طبعا ممكن المريض اللي هو بياخد علاج فيروس سي ده عرغم ان هو عامل فحصات لكن احنا طوالي بنقول الفحصات نتيجها مش مبتباش مية في المية فبالتالي ممكن يكون هو عنده الورم بنسبة صغيرة مثلا واحد سنتي والاشياء التلفزيونية ما ظهرتهاش فما خد العلاج وبدأ الورم يكبر قلنا يعني عملنا خلط ما بين العلاج والورم ده الواقع اللي موجود لكن الحقيقة ان الدواء بيعمل او رنب الكبد غير مسبت علميا طيب بالنسبة للغذاء الخاص بمرضة كبد فيروس سي هل بيبقى ليهم اكل معين يمتنع عنه علشان المرض ما ينتشرش او يتفاقم يوصل لدرجة اعلى من اللي هو موجود فيها لا اخوة نظام التغذية اللي بياخدها مريض الكبد مش عشان الفيروس احنا بنعملها عشان ما نماش حطين عب على هذا الكبد المريض فنقول بيقلل الدهون بيقلل املاح بيأكل بروتينة بيض اكتر من بروتينة الاحمر بيأكل بروتينة احمر بحساب طبعا احنا عارفين البروتينة اللي هو السمك المشوي الارانب صدور الفراخ والبروتينة الاحمر اللي هو البروتينة الاحمر قال لنسبة الدهون فبالتالي بنحافظ ان الكبد محصلوش عملية اجهاد من انواع الاكل اللي هي الدسمة والحاجات نسبة الاصابة بفيروس سي عند الاطفال اعلى ام عند الكبار لا هي نسبة الاصابة بفيروسية عند الكبار اعلى عند الاطفال هي نسبة قليلة جدا يعني وغالبا بتبقى عند الاطفال اللي هم خدوا نقل دم نتيجة عملية جراحية او عملية جراحية او خد حقن بطريقة غلط غير استخدام الواحد لكن نسبة الاصابة في الاطفال لا ممكن ما تتعداش واحد في الماء لكن بيبقى نسبة شفاقهم سريعة هو نسبة نفس المدة العلاجية هي نفس المدة العلاجية في الاثنين هرجع تاني واسأل حضرتك ازاي نقدر نتعرف على فيروس سي خاصة ان في بعض بيقول ان الفيروس سي ده بيجي نتيجة اصابة الانسان الاول بفيروس اي وبعدين بيتطور لفيروس بي وبعدين بيتطور لفيروس سي هل ده صحيح الكلام؟ لا هو الكلام ده غير صحيح هو فيروس اي هو فيروس فيروس بي هو فيروس الواحد وخالص فيروس سي هو فيروس الواحد وخالص الاصابة فيروس سي هي اصابة بتحدث وبيحصل حكتين لو مثلا الجسم عن طريق الجهاز المناعي بتاعه يقضع الفيروس ففيه أجسام مضادة موجودة داخل الدم فقط أو لو مثلا الفيروس الجسم مقدرش سيطر عليه فيتني الفيروس موجود داخل الدم اللي بيقول لي الفيروس موجود أو الفيروس غير موجود تحليل بي سي آر البي سي آر ده هو اللي بيقول لي المريض ده محتاج علاج أو المريض ده حامل الأجسام المضادة وتعرض للإصابة قبل كده وتم شفاءه عن طريق الجهاز المناعي هل مرضى فيروس سي معرضون للإصابة بسرطان الكبد أو سرطانات أخرى؟ هو فيروس سي طبعاً فيما بيحصل مراحل متقدمة ويحصل له تلايف بيبقى معرض للإصابة بسرطانات الكبد الأولية بس لكن سرطانات الأخرى لا في الكبد بس؟ في الكبد بس طيب بالنسبة لزراعة الكبد في مصر تطور هذه الزراعة سواء في مصر أو في العالم إلى أين وصلت؟ هي مصر طبعاً إحنا عندنا نعيني اتنين من زراعة الكبد في زراعة الكبد من موت الجزء المخ اللي هو الموت كلينيكياً وفي زراعة كبد من المتبرح حي إحنا عندنا في مصر ما بنشتغلش على زراعة الكبد من المتبرح حي ومصر عامت حوالي أربع تلاف حالة لحد الآن ودي رقم كبير جداً بنعتبر إحنا الدولة الرائدة في زراعة الكبد في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والدول الأفريقية بنعتبر في زراعات الكبد من المتبرح حي ممكن تبها تالت دولة في العالم بعد اليابان وكوريا النتائج بتاعتنا تضاهي النتائج العالمية دلوقتي الجراحة كلها بتجرى بأياد مصرية فهي في الوضع الحالي زراعة الكبد زراعة متقدمة داخل مصر لكن المشكلة اللي بتبقى حائل دون هذه زراعة الكبد في مصر المتبرعين هل في حل لهذه المشكلة؟ هو طبعاً مشكلة الزراعة الجميل أعضاء لأنه في اللي بيحتاج زراعة كلا في اللي بيحتاج زراعة كبد مشكلة بتاعتها المتبرع المتبرع وجوده صعب المتبرع ممكن يبقى موجود بس ما يطلعش يعني مناسب ما تيجد وجود أو ردة أو شرايين داخل الكبد يعني بطريقة معينة مش حايزين نقول عيب خلق يعني طريقة معاناة الناجة صعوبة في استقصال الجزء من الكبد اللي زراعته فهي دي المشكلة اللي موجودة عدم توفر المتبرع لكن أنا طالب أقول للمريد لو أنت عندك أولاد ما تخافش عليهم وأن التبرع ده إحنا بناخد على عاطقنا أن المتبرع ده ما يحصلوش أي سوء بإذن الله فبنعمل له فحصات دقيقة جدا وبنعمل له أشعاعات دقيقة جدا نقدر نحسب عملية استقصال فص دي بطريقة علمية دقيقة فما يحصلوش أي حاجة واللي بيقول أن المتبرع بيقعد أسبوع بس جوة المستشفى لكن المستقبل بيقعد ثلاثة أسابية جوة المستشفى طيب دي زراعة الكبد بالنسبة للكبار بالنسبة للأطفال نسبة زراعة الكبد للأطفال في مصر نسبة عالية ولا نسبة عادية لا هي زراعة الأطفال في مصر يعني للأسف مش منتشرة في جميع مراكز زراعات الكبد زراعة الأطفال بتبقى بتتم للأطفال اللي هم عندهم عيوب خلقية داخل الصفة التشريحية للكابت بتاعهم سواء عنده القنوات المرارية اللي لم يتم خلقها أو بيبع عنده ورم هباتو بلاستومة اللي بتيجي للأطفال وهم مظاهرين نسبتها مش عالية قوي ما هياش موجودة بصفة شائعة داخل مراكز زراعات الكابت في مصر لأنها طبعا محتاجة مدام هو طفل محتاجة طفل في نفسه هي والدته اللي بتديله بناخد من والدته أو والده ونتعرف أن الكبد الفص اليمين أكبر من الفص الشمال ففي الوقت ده بناخد للطفل جزء من الفص الشمال أو الفص الشمال كله حسب حجم الطفل فبالتالي في الأطفال بيبقى المتبرع الأب أو الأم وسهل لأن طوالي الأب والأم عايزين ابنهم يبكواس فبالتالي بيبقوا هم متعجلين للتبرع للطفل في الكبار العكس الابن والبنت هم اللي هيدوا الأب أو الأم فتبقى فيها نوع من الخوف شوي ده دي الحقيقة اللي موجودة لكن أنا بشجع عملية تبرع الأقارب لزويهم والمرضى لأن العملية دي بتتم بنسبة نجاح عالية جدا ما فيش أي خطورة على المتبرع نسبة الخطورة اللي على الموجودة على المتبرع 2 من 10 في المية ودي نسبة قليلة جدا وبيبقى سهل التعامل معها وسهل علاجها لو فيها منها التأف في الجرح فتق في الجرح حاجات بسيطة يعني ما هيش حاجات صعبة أوي إمتى نقول إن هذا المريض محتاج لزراعة كبد بشكل فوري هو فيه نوعين اتنين فيه اللي هو يعني واحد بيجيله فشل كبدي حاد وده غالبا بيبقى من الأدوية ده بيحتاج زراعة كبد بسرعة دي مش متوفرة عندنا في مصر ليلة جدا لأنك انت في مصر بتشتغليها على تحضير متبرع وتحضير مريض دي موجودة برا بالنسبة للمرضى اللي بيدخله في حكاية فشل كبد حاد بيبقى مثلا قاعد على الويت انجليست بتاعته قائمة الانتظار وبيجيله كبد نفس فاصلته من واحد عنده موت في موت كلينيكي أو عنده موت في جزء المخ فده اللي بيبقى حاليا قلت في مصر احنا بنشتغل على المتبرعين الأحياء لكن لو حد مثلا وصى ان هو بعد ما يموت يتبرع بأعضاؤه هل ده ممكن يحدث عن ده؟ قانون مصري اللي موجود بيسمح بذلك لكن للأسف الشديد ما بيحصلش للأسف الشديد احنا محتاجين القصة دي تبقى موجودة للأسف الشديد برضو ان احنا اكبر دولة فيها حوادس طرق ومحتاجين الناس دي يبلغها طريقة علمية صحيحة للاستفادة بأعضاؤها محتاجين الناس يبع عندها توية كافية من خلال الميديا ومن خلال الجوامع ومن خلال الكنائس ومن خلال المدارس ان انتبرع بالأعضاء بعد الموت وما هي الا صدقة جارية لان الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يضر الشاهة سلخها بعد زبحها نعم طيب عايزين بقى روجيتة كده تحذيرية للمواطنين المصريين من الاسباب الرئيسية اللي ممكن تؤدي للإصابة بهذه الفيروسات انا بنصح كل المصريين او غير المصريين انه ما يستخدمش الا الحاجات الشخصية بتاعته مواس الحلاقة ممكن تنقر الفيروسات الكبدية فاستخدم مكانة الحلاقة الخاصة بك لو رحت عند الحلاء ما تستخدمش الموس خالص تخليوش يستخدم الموس على جسمك خالص الا اذا كان موس بتاعك انت الشخص اللي انت واخده معاك لو رحت عند المحلات التجميل الباديكير والحاجات دي تستخدم الأصفات بتاعتك ما بلاش تعمل كاتو في حتة غير آمنة ما تستخدمش سرنجات اكتر من مرة لو هتاخد دم او في احتياج لدم لحد قريبك تأكد ان الدم ده معموله عملية مسح الفيروسات الكبدية هو يمكن كل الحاجات اللي حريرك ذكرتها معظمنا بياخد باله منها لكن الحاجة الوحيدة اللي بتخوف اي حد ان هو يتنقل له اي فيروس ان هو يضطر ان هو يعمل اي عملية جراحية هو طبعا العملية الجراحية بتتم بطرق طعقين صحيحة بيخاف من نقل الدم نقل الدم دلوقتي من اوالة سنات وجميع بنوك الدم بتعمل عملية مسح الفيروس C و B و الإيدز على الدم و كمان السيفلس كمان فلو هتاخد دم اخده من بنك دم معتمد متاخدش دم من بنك دم عشوائي او متاخدش دم في بعض الناس ياخده ده فاصلك كذا ده فاصلك ياخد منه بدون مام المسح ده كان زمام موجود دلوقتي بيغالي ما عادش موجود القصة دي و اتمنى ان هي ما تبقاش موجودة كل المراكز في كل المستشفيات بيكون بيتم عمل هذا المسح على بنوك الدم الموجودة فيه ايه يا فندي جميع الدم اللي موجود داخل المستشفيات وداخل المراكز القومية لنقل الدم بيتعمل عليها المسح وبييتعمل عليها المسح بطريقة حرفية عالية جدا طبعا ولو فيه اي نوع من وجود اي اصابة بيتم الاتصال بالمتبرع ده وابلاغه وبيتم علاجه يعني ما تقفش ان انا لقيت الكيس الدم اللي هو اتبرع به هذا المواطن انه فيه مشكلة وبسيبه لا ده انا بطريقة فيه تعليمات انه يتصل بالمواطن ده ويجيبه ويعالجه ويعرفه ان فيه مشكلة عنده دكتور محمد فيه ناس بتواضب كل عام على انها تاخد لقاح فيروس اي وفايروس بي طبعا مفيش مصل الفايروس سي لكن فيه الاي والبي هل مفروض كل سنة يتاخد ولا هو مرة واحدة في العمر هو بالنسبة للاي الاي ما بيحصل اصابة هو خلاص عنده مناعة لا هو ما حصلش اصابة ولكن هو راح ياخد اللقاح هو اللي بيهميني قوي في القصة دي فيروس بي لان فيروس بي زي ما قلنا خطير شوية فهو المصل بتاعه موجود موجود في المركز القوم المصل واللقاح الموجود في الدق اه موجود بيتاخد ورخيص مشغالي هو عبارة عن ثلاث حقن بتتاخد تحت الجلد حقن بتاخد في اليوم ده بنعتبر دي حقنة الزيرو بعد شهر بياخد حقنة وبعد كده بياخد ده متن بعد شهر او بعد ثلاث شهور او بعد ست شهور بياخد الحقنة الثالثة حسب ما هو عايز بعد كده بقى لو هو بنقسم الناس لمجموعة عادية اللي هم في البيوت وكده وما بيتعرضوش لمرضة ودول خلاص خد مصل خلاص وبنقسم المجموعة الثانية اللي هم بيتعرضوا لمرض زي الأطباء والممرضات والممرضين زي التكنيشن اللي هم الفنيين والحاجات دي تقول مفروض كل سنة هو بيروح يعمل كتر لفيروس بي في الدم يعني بيقيس الأجسام المضادة اللي موجودة في الدم بتاعه لو طلع تقل من متين بياخد حاجة اسمها جرعة منشطة ياخد حقنة تانية اسمها بوستردوز حقنة منشطة يعني أقل من متين لازم ياخد حقنة منشطة ياخد حقنة منشطة بالزبط كده طيب اللي خد اللقاح بتاع فيروس بي هل معرض أنه هو يصاب بي في المستقبل ولا كده هو خلاص مش هيصاب بي لا هو طبعا مدام خد اللقاح خلاص نسبة الإصابة بتاعته تعتبر ضعيفة جدا ضعيفة جدا لكن إيه لو جيه ما بيبقى شرب بنفس الخطورة زي بي هو إيه يعني هو مش فيروس خطير هو إيه كل اللي بيحصل إنه هو بيجي عن طريق الأكل والشرب بيصيب الأطفال اللي بيأكلوا من الباع الجائلين اللي في الشوارع بيحتاج كل اللي بيحتاجه راحة فيه والناس كلها بتاكل من بره دلوقتي لا أصلا فيه فرق بين واحد جائل وواحد بيبيه مثلا في محلة واخد رخصة صحية أو الناس اللي شغالة عنده لهم شهدات صحية في فرق كبير طبعا علاجه راحة وبيختفي يعني هو ملوش مشاكل كبيرة أول إيه ده يعني إحنا بنتمنى الشفاء لكل المرضى المصابين بفيروسات الكبد الفيروس A أو B أو C وإن شاء الله بإذن الله في المستقبل يكون هناك علاج لمرض تلايف الكبد لأن نسبة كبيرة بتعاني من هذا المرض نتمنى إن الجميع ياخد حزره ينزل في مبادرة 100 مليون صحة يعمل التحاليل يتمنى على نفسه يتعالج بدري فبالتالي ما يعدهوش في وقت الأوان وييجي بعد كده عنده تلايف الكبد نتمنى الجميع يفهم المبادرة دي لأن المبادرة دي حاجة كويسة جدا إن الحكومة هي اللي بتدور على المريض دلوقتي وليس العكس في السابق فريد الناس تفهم القصة دي نتمنى لكم توفيه دكتور محمد أسماعيل لعميد المعهد القومي للكبد بالقاهرة شرفتنا في قناة النيل الأقبار الله يخبرك شكرا مشاهدينا انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلماء الأسبوع القادم حلقة جديدة إلى اللقاء